اشهدت معاني السيدة فوزية بنت عبدالله زينة لرئيسة مجلس النواب بتوجيهات عهل البلاد المفدى حفظه الله في الحفاظ على المال العام وتكريس مبادئ دولة القانون والمؤسسات مثنية على اهتمام وحرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تطوير منهجية العمل الحكومي بناء على مبادئ الشفافية والرقابة المؤسسية واكدت رئيسة مجلس النواب ان المؤسسة التشريعية تحرص على اداء مهمها طبقا للدستور والقانون وما تقتضيه المصلحات الوطنية جاء ذلك خلال لقائها بمعالي الشيخ احمد بن محمد الخليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية حيث تسلمت تقرير ديوان الرقابة السنوي الثامن عشر مشهدة بالدور الحيوي الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية والادارية في تعزيز مبادئ واسس النزهة والشفافية وحفظ المال العام وما يسخر به من كوادر وطنية وخبرات متميزة وكفاءة رفيعة في صياغة التقارير الرقابية ترجمة نانسي قنقر